الف مليون مبروك المنتخب المغربي بيحرز اول تلات نقاط له في المونديال بفوز مستحق تماما على المنتخب البلجيكي بنتيجة اتنين صفر اللي اتفرج على المنتخب المغربي منذ المباراة الاولى قدام كرواتيا حيقدر يشوف فعلا ان المنتخب المغربي ربما ياخد الصدارة في نهاية المجموعة دي ليه؟ انك بتتكلم على منتخب ادر خلال 180 دقيقة قدام اتنين من اقوى المنتخبات في العالم انه يطلع كلين شيت الكلام ده مش صدفة ولا ضربة حز ولا عشان الجماهير في المدرجات للمغرب ازيد من كرواتيا او ازيد من بلجيكا بحكم ان البطولة بتتلعب في ارض العربية لأ ده بسبب ان الفريق فعلا قوي جدا 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 على مستوى الدفاع والمدير الفني وليد الرجراجي بيعرف ازاي يلعب النوعية من المباراة دي وازاي بيعرف ان هو يوقف لعبته بشكل كويس النهاردة منتخب المغربي دخل بيواجه المنتخب البلجيكي بافضل تاكتك ممكن تلعبه قدام فريق بيلعب تلاتة اربعة اتلات طبعا احنا عارفين روبيرت مارتينيز مدير فاني منتخب بلجيكي منذ ابدا الابدين بيلعب تلاتة في الخلف ما بيغيرش كي المتخب بلجيكي في البطولة دي مختلف شوية عن البطولات السابقة الفريق مش بنفس القوة حتى لما احنا لعبناهم ودي قبل المونديال مش حاسين بلجيكا هي بلجيكا هم تعودين عليها بسبب الظروف كتيرة الفريق عنده فعلا مشاكل وكان اهم مشكلة عندهم ان لوكاكو اتصاب اه هو الشارك النهاردة في الربع ساعة الاخيرة لكن واضحة كده ان هو لسا متأثر باصابته اضافة ان الفريق معدل اعماره يسا ان هي كبرت في خط الدفاع بتاعه متخب مغربي لاب بطريقة انا شفتها اقرب الى اربعة واحد اربعة واحد وقدروا ان هما ولا بيعمل هاي لاين ولا هو واقف زون ديفينس هو واقف في النص خط الدفاع واقف في نص ملعبه الفريق ما بيعملش البخت العالي اللي لما بيتأكد ان المتخب البلجيكي هيبدأ يلعب ضعبة استحواز ومش يعتمد عقوات طريقة عشان ما يضربش في ظهره طريقة زكية للغاية ويقدر بيها ان هو يمنع منتخب البلجيكي من اهم اسلحته هي الاستحواز على الكرة او ان هو يشكل بيها او يبني الهاجمة بخطورة كيفين دي بروينا اللي على الورق ربما يكون بيلعب جناح ايمن طبعا في ظل وجود هزار طبعا يعني ايدن ان احنا عندنا طبعا في المقرار فيه اتنين هزار عندنا ايدن وعندنا تيو ايدن هو الامامي وادن طبعا واضح جدا مش ايدن هزار اللي احنا متعود نعني زماني خلاص ايدن هزار في عام مستوى بقى سايق جدا 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 عدم موجود لوكاكو برضو مخلي مش افضل راس حرب ممكن تعتمد عليه وبالتالي كيفين دي بروينا لحد ما على الورق زي بقولكو بيبقى على جناح ايمن هو بدنا بيخش جوة الملعب عشان وبينزل تحت عشان يبني الهاجمة كان معمول عليه رقابة لصيقة للغاية ومان تومان طول الوقت يمنع كيفين دي بروينا ان هو يستلم الكورة باي ارياحية او باي مبقاش عليه جنبيه اي حد مستحيل ما ينفعش ممنوقة كيفين دي بروينا النهاردة وما كانش عليه مان تومان من حد معين اقرب واحد على طول بيمنعه ان هو يمسك الكورة وبالتالي قدر وليد الريجراج ان هو يمنع المنتخب البلجيكي من بناء اللعب بسهولة ويوصل اكتر حاجة باش تبقى هم لايبوا عليها بشكل كويس جدا ووضح قوي قوي ان دي مشكلة عند المنتخب البلجيكي المنتخب البلجيكي حبنتكلم ان اتنين من الاتات المسكين بطوحهم بنتكلم على فرتونخن وبنتكلم على أردفيلد اتنين معاديين التواتين سنة ضيف عليهم طبعا توماس مونين المفروض هو على الورق هو الفول باك الايمن اللي برضو صعب بيتحول ليه اا مساك اذا لما يرجع اا حد مخط الوسط يغطي الطرف الطمس مونين برضو معادي التواتين سنة فكبر السنة ده مخلي الفريق مش قادر عنده الحيوية والرشاقة والسهولة في التحول لا صعب صعب جدا حتى يعني حتى كيفين دي بروينا في مؤتمر الصحفي شفناه من يومين بي لما تسأل على حظوظ المنتخب البلجيكي في ان هو يتقدم ويحرز هذا يعني ويحرز من اركز متقدم زي اللي احرازه في مونديان روسيا 2018 جاوب بكل وقعية وقال لأ ده احنا مش حاسينه لان احنا خلاص اعمارنا زادت المنتخب نفسه اعماره زادته بقاش قادر ان هو يلعب بنفس النسق اللي كان بيلعب بيه في 2018 دي نقطة استغلها المنتخب المغربي تعال كده بص على اطراف بقى المنتخب المغربي بنتكلم على حكيمي بنتكلم على مزراوي وبنتكلم على زياش وبنتكلم على بوفالي كان في وجه النهاردة واحد من نجوم مباراة النهاردة نهاذا صوفيان بوفال كان واحد من ابرز نجوم المنتخب المغربي وربما طبعا عن شا OFFICER مش 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 حكيم زياش او زي ا اه حكيمي انما نهاردة اه بوفال عمل مباراة ممتاز وقت دفعين اهو هكين وكان هجيب هدف عالمي من الكورة اللي خذها من على طرف الملعب وراح داخل عامل ارتو في الشوت التاني قبل الهدف الاول عامل ارتو رهيبة حلوة اوي 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 حظه كان سيء الكرة مرت بجوار القائم الايصل لكورتوة الهدف داخل كان جيه كان يبقى هدف عالمي صراحة ليه سوفيان بوفان اطراف المنتخب المغربي زي ما احنا شايفين ولاد صغيرين اعمارهم سنية صغيرين لسه وبالتالي عندهم السرعة وهي دي النقطة ديتهم تفاوض كاملا في الاجنحة على المنتخب البلجيكي واضلا في عبارة تاني 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 تم تحجيم دور كيفين دي بروين خلاص انت بتتكلم مسلا ايه نظار مع كامل احنا ايه نظار خلق منتهى عندي كاروين من ساعتين وده حتى اللي بيخلي اه مارتينيز ان هو لما بيجي يلعب على الايصر بقى بيلعب بطيقه اه هزار ما بيلعبش مسلا بكاراسكو يعني مسكوا معتدين منه ساعات كان بيلعب كاراسكو كان بيهاجم بيهاجم طبعا كان عامل حساب كبير للمنتخب المغربي فالاطراف كلها كانت لصالح المنتخب المغربي الاتنين هنا واتنين هنا اعمارهم السنية اظهر بكتير من لعيبة المنتخب البلجيكي وبالتالي خده رشاقة وخده اريحية ان هم يقدروا يعملوا هجمات وشوفنا ان معظم الهجمات بتاعت منتخب المغربي كانت مع اطراف وحتى لو ما اخدش الهجم كان بيعملي بقى ياخد فاولات او ضربات ركنية شوفنا هدف للمنتخب المغربي تم الغاؤه وشوف الاول هو بصراحة القرار الصحيح انا مختلف تمام مع كل الناس بتقول له هدف تسلل لا الهدف كان تسلل لان كان فيه تداخل في الرؤية من مدافع المنتخب المغربي وهم هجمين على القرى قبل ما تتعادل خط المنور بالتالي ده اعاقر توه زي ما كتاب القانون بيقول يبقى خلاص الهدف تسلل سليل لكن الهدف ده جي من ايه جي من ضربة ثابتة بسبب الهجوم من على الاطراف وان الفريق خد تحصل على ضربة حرة مباشرة الشوت التاني برضو الفريق قدر ان هو يتقدم من ضربة ثابتة وهي ضربة ركنية والهدف التاني طبعا شوفنا برضو الكرة العرضية اللي اتعاملت من الطرفيب النهاردة وليد الرجراجي ركز تماما على الاطراف باعت تماما على العمق خلاص فريق بيلعبك بثلاغ مدافعين باعت تماما انك تهاجموا العمق صعب جدا خصوصا كمان في وجود وانا انا وفيتسل اتنين كويسين جدا جدا بدنيا فصعب انت لعب معهم جيم بدنيه في عمق الملعب هو الراحل للطرف وبدأ يلعب على موني ويلعب على تيو ازار ويلعب على ان برضو الاتنين مساكين اللي ورقة من التلاتة طبعا بخلاف طبعا كاستانيا كاستانيا نتكلم خمسة عشرين سنة فصغير لسه الاتنين التانيين الاتنين معاديين التلاتين سنة وكان كمان واحدة ثلاثين سايا في واحدة ثلاثين وواحدة ثلاثين كبار في السن فانت تقدر تلعب عليهم كوات عرضية كتيرة وترهجهم في الحتة يوم بالفعل قدر المنتخب مغربي ان هو يختارك اطراف المنتخب بلجيكي وياخد ثلاث نقاط مستحق الغاية انا بقولكم ما تستعجبوش خالص ان ان شاء الله في النهاية الجولة التالتة المنتخب مغربي بازن الله بازن الله هيقدر يتفوق على المنتخب الكندي وان شاء الله كان ممكن مسلا في قبل المونديال كل امالنا المنتخب مغربي في المجموعة دي يطلع وصيف لأ النهاردة ان شاء الله بازن الله هيطلع متصدر وون متخب الكواتي والمنتخب decentدي بقى هم اللي يتخنقوا بازن الله بازن الله على المركز التين او حتى كرواتيا وبالجيكا اللي اكيد 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 من بوراةهم في الجولة التالتة هتبقى قتيلة الف مبروك للمنتخب المغربي الوصول للنقطة الفربعة وباذن الله نبريك له بعد نهاية الجولة التالتة بصدارة المجموعة شكرا كزيلا becomes معكم كاري بسعاه ترجمة نانسي قنقر